وهنبدأ نشرح يا شباب الدرس التالت من دروس الجغرافية بعنوان المناخ والنبات الطبيعي في العالم تعالوا بقى نفتكر مع بعض شوية معلمات سابقة ونقول أصلا يعني مناخ افتكر معايا كده المناخ كنا بنوع ليه حالة الجو فترة زمنية طويلة يعني كلمة مناخ يعني حالة الجو من حزب المناطق حرة منطقة باردة منطقة معتدلة ده معنى كلمة مناخ طيب جات منين فكرة الأقاليم المناخية؟ بص معايا كده على الخريطة دي العلماء لما حبوا يدرسوا المناخ بتاع الكرة الأرضية كلها اكتشفوا اكتشاف خطير قوي لقوا ان في بعض المناطق على رغم بتعادها مناخها متشابه فمثلا لو بصين هنا كده في المنطقة دي هنعمل حولها دايرا كده الحتة دي تمام يا شباب دي مناخها متشابه مع منطقة تانية يعني عمل لكم سامع عشان تبقى أوضح بالنسبة لكم اهو الحتة دي مطلعة على البحر المتوسط فمناخها متأثر بالبحر المتوسط اكتشف العلماء ان في منطقة تانية بتتشابه معها في نفس الخصائص المناخية هنا كده في قارة أمريكا الجنوبية بص هنا كده في دولة شيري متخيل المنطقتين دول دي في أفريقيا ودي في أمريكا الجنوبية الاتنين سبحان الله متشابهين في الخصائص المناخية يعني هي خصائص المناخية من حيث درجة الحرارة من حيث نوع الرياح اللي بتهب عليها من حيث موسم سقوط المطر الاتنين متشابهين مع بعض يعني دي كمناطق متفرقة بس نفس المناخ فعلشان كده سميناها إقليم مناخي يعني هنا المنطقة دي بنسميها إقليم مناخي اللي هو البحر المتوسط والمنطقة دي بنسميها بحر المتوسط فحد هنا يسألني يقول لي يا مستر إقليم بحر المتوسط يعني إيه بحر المتوسط في أمريكا الجنوبية؟ أقول لك إحنا زي ما اتفقنا البحر المتوسط أهو موجود هنا لكن نفس حالة الجو بتاعتك بحر المتوسط اللي موجودة عنده من حيث الحرارة والرياح والأمطار هنا هي نفس الحالة اللي هنا وهكذا طيب العلماء قسموا الكرة الأرضية الكام إقليم لـ 12 إقليم مناخي رئيسيين تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن